بيعو 20 مليون واحد ليتقاضل سميك تقاضى بخمس سنوات لا 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 ما تدخل لش سميك تستعطف الناس انت يا وانا سعدانا ما كاش يدفع عليه قدي بصح في هذه يا اخوية لو كانت كلمت على كورة القدم قلت لي بلي أنا في التطوير ما اعطونيش الامكانيات مش انطور كورة القدم داروا لي لي باطون دوليرو في التكوين أنا حبيت نعاون المنتخب الوطني كانت عندي نظرة مستقبلية قل لي ما اعطونيش فيزا من المفروض إذا رك تقول أنت بالليل اتحادية داروا لي ليباطون دوليروا وما يحبونيش ما خلوونيش ندخل للريستوران ما خلوونيش ندير كده من المفروض الاستقالة تكون قبل شهرين نهار اللي عينوا جمال بالماضي على رأس المنتخب الوطني وما خلاك شنتها تدخل نوم أمو هذك نهار تستاقيل أنت سكت وخليت الأمور تمشي حتى جت هذه الأفير هذه أنت على الفيزا باش ما رحتش أنا تمنيت واحد كي مساعدة تستاقيل حكير حكير أنا أغضوك لو كان أنا عندي أصدقاء صحفيين من الخارج يقدر أي واحد يتصل بيه قولي عليه استاقل سعدان لو كان قلوه باللي كان عنده مشروع تكويني باش يأطر الكورة الجزائرية والاتحادية دارت له مشكل ماقدرش يدير هذا المشروع التاعه يلحق به إلى حتى أبو يقول لي عنده الحق نقول له ما استاقل خاتش ما رحش يحضر بندوا في إنجليترا ما صابش الفيزا في الايروبور هذا أمر هذا يستاقل عليه مدير فني سحنا المشكل تاعمروش هنا اشتركوا في القناة